بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيهاء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصفة السادسة الابتدائي في مادة المهارات الرقمية الفصل الدراسي الثاني سنكون معا بإذن الله في هذا الدرس درس بعنوان إضافة الصفحات الجزء الأول في الدرس السابق تعلمنا في درس تصميم صفحة إلكترونية الجزء الثاني تعلمنا على التعامل مع النصوص كيفية التعامل مع النصوص وكيفية تغيير خلفية الموقع وأيضا إضافة الصوت في التعامل مع النصوص ذكرنا أنه يمكنك تحرير العناوين والفقرات الموجودة واستبدال النصوص بالمحتوى الخاص بك كما يمكنك أيضا تنسيق النصوص لجعل المحتوى جذاب لتحرير عنوان الصفحة قمنا بالضغط على العنوان أو النص الذي نريد تحريره وكان على سبيل المثال عنوان صفحتك بعد ذلك سيظهر شريط به أدوات لتحرير النص نستخدمه لتحرير أو لتعديل النص الخاص بك على الموقع وأيضا في عنوان الصفحة قمنا بكتابة أو بتغيير عنوان الصفحة إلى تروجينا جبل نيوم وذكرنا أنه في واجهة التحرير يوجد مربع نص يسمح لك بإدراج مربع نص لإدراج النصوص التي تريد وأيضا في الصور تسمح لك هذه الخاصية بإضافة الصور إلى موقعك الإلكتروني لإضافة النصوص ذكرنا أنه بعد فتح الموقع تقوم بالضغط على إدراج بعد ذلك ضغط على مربع نص وسيتم إضافة مربع نص بشكل مباشر إلى الموقع الخاص بك وإظهور الشريط شريط تعديل النص للاستفادة من هذا الشريط ومن ثم تستطيع نقل مربع النص في الصفحة بسحبه إلى موقعه الجديد أيضا ذكرنا أنك تستطيع تغيير النمط وذلك بالضغط على السهم الموجود بجوار نص الفقرة ومن ثم اختيار نمط النص الذي تريد من خلال القائمة التي تظهر واخترنا على سبيل المثال نمط رأس موضوع فرعي نلاحظ بعد اختيار النمط اختلاف في تنسيق النص المكتوب في مربع النص أيضا يمكنك الضغط على ألوان القسم لتطبيق نمط لوني من اختيارك من أحد الأنماط اللونية الموجودة والتي تظهر في هذه القائمة كذلك في خلفية الموقع ذكرنا أنك تستطيع تغيير الصور الظاهرة على صفحات موقعك واستبدالها بصور من اختيارك كما يمكنك استخدام أيضا محرك بحث جوجل للعثور على صورة لائم محتوى صفحتك ولتغيير خلفية الموقع كما في هذا التطبيق العملي مجرد تمرير الفائرة على رأس الصفحة سيظهر خيارين أحد هذه الخيارات صورة ونضغط على الصورة من القائمة نختار تحديد ومن نافذة اختيار صور نضغط على بحث بعد ذلك في خانة البحث نكتب النص الذي نريد البحث على سبيل المثال الجبل الثلجي ضغط على إيقونة البحث ومن ثم اختيار الصورة التي نريد وبعد تحديدها نضغط على تحديد في أسفل الزاوية السفلية اليمنى بالضغط على تحديد سيتم إضافة الصورة كما تلاحظ في خلفية الموقع وفي أداة المرساة الظاهرة تستطيع تثبيت الصورة في المكان الذي تريد وتستطيع الاطلاع على ذلك بالتعديل من خلال الموقع أيضا قمنا بإضافة عنوين للفقرات أضفنا المزيد من المعلومات حول جبل تروجينا عن طريق إضافة العنوين والنصوص حيث أضفت مربع نص وعينت محاذاة النص إلى اليمين وغيرت نمط الخط إلى رأس موضوع فرعي إضافة عنوين للفقرات من علامة التبويب إدراج نختار مربع نص بعد الضغط على مربع نص سيتم إضافة مربع النص بشكل مباشر إلى الموقع ومن شريط مربع النص ومن شريط تحديل النص نضغط على الثلاث خطوة الثلاث نقاط الأفقية لإظهار المزيد ومن ثم نضغط على المحاذاة ونختار محاذاة إلى اليمين بعد ذلك نضغط على السهم الموجود بجوار رأس الموضوع ونختار أحد الأنماط الموجودة وقمنا باختيار رأس موضوع فرعي ومن ثم نقوم بكتابة النص الذي نريد في هذا الجزء وكان النص تعايش مع الجبل أيضا قمنا بإضافة مربع نص ودمجه مع مربع النص الآخر ضفت مربع نص وسحبته إلى مربع النص السابق حيث تم دمج مربعي النص في مربع نص واحد لدمج مربعات النصوص من علامة التبويب إدراج قمنا بتحديد مربع نص بالضغط على مربع نص سيتم إضافة مربع النص بشكل مباشر إلى الموقع بعد ذلك نقوم بسحب مربع النص الجديد وإفلاته في مربع النص السابق ومن ثم نقوم باختيار النمط نص عادي والمحاذا نقوم باختيار المحاذا إلى اليمين بعد ذلك نقوم بكتابة النص الذي نريد في مربع النص الجديد والذي سيظهر ككتلة نصية واحدة مع مربع النص السابق بعد دمجهم مع بعض أيضا أضفنا صور تتناسب مع النص المضاف والإضافة الصور ذكرنا أنه من علامة التبويب إدراج نقوم باختيار الصور ومن القائمة التي تظهر نضغط على تحديد بعد الضغط على تحديد ستفتح نافذة اختيار الصور ومن نافذة اختيار الصور نضغط على صور بحث جوجل وذلك لفتح موقع جوجل وكتابة النص الذي نريد البحث عنه وليكن على سبيل المثال السير على الجبال المغطى بالثلوج بعد كتابة النص وضغط على أيقونة البحث سنختار أحد هذه الصور بعد ذلك نضغط على أيقونة إدراج وسيتم إدراج الصورة بشكل مباشر إلى موقعك الإلكترون تستطيع أيضا تغيير حجم الصورة وتغيير موقعها من خلال الضغط على الصورة وسحبها وإفلاتها في أي مكان تريد وأيضا بعد الضغط على الصورة ستلاحظ ظهور مقابض لتغيير حجم الصورة على أطراف الصورة تستطيع استخدام هذه المقابض لتغيير حجم الصورة سنتعلم في هذا الدرس درس بعنوان إضافة الصفحات الجزء الأول أهمية تعدد الصفحات في الموقع الإلكتروني كذلك إنشاء الصفحات الإلكترونية وتخطيط الصفحة هل تحتوي المواقع التي زرتموها على صفحة واحدة أم صفحات متعددة ولماذا؟ أي موقع إلكتروني قمت بزيارته هل يحتوي على صفحة واحدة أو صفحات متعددة ولماذا يحتوي على ذلك؟ أهمية تعدد الصفحات في الموقع الإلكتروني من المهم أن يحتوي الموقع الإلكتروني الخاص بك على العديد من الصفحات أو على أكثر من صفحة لأسباب عديدة أول هذه الأسباب التنظيم يتيح لك وجود صفحات إلكترونية متعددة تنظيم المحتوى الخاص بك بطريقة منطقية ومنظمة مما يسهل على الزائرين التنقل في موقعك والعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها السبب الثاني تحسين تجربة المستخدم يقضي الزائرون وقتا ممتعا أكثر على الموقع الذي يحتوي على صفحات إلكترونية متعددة يمكنك تقديم المحتوى الخاص بك بطريقة أفضل من خلال عرضه بشكل منظم وجذاب في صفحات متعددة أيضا المرونة تسمح لك الصفحات الإلكترونية المتعددة بتجربة تخطيطات وأنواع مختلفة من المحتوى يمكنك إنشاء صفحات متخصصة لموضوعات أو فئات محددة إذن الموقع الإلكتروني الخاص بك من المهم أن يحتوي على أكثر من صفحة وذلك بسبب التنظيم وتحسين تجربة المستخدم والمرونة هذه ثلاث من ضمن أسباب عديدة لإحتواء الموقع الإلكتروني على أكثر من صفحة ستنشأ الآن صفحة إلكترونية وتسميها حول لتطوير موقعك وتقديم المزيد من المعلومات حول جبل إتروجينة سنقوم بكتابة أو إضافة صفحة جديدة بعنوان حول لتكون بجانب الصفحة الرئيسة لإنشاء الصفحات الإلكترونية لإنشاء موقع إلكتروني متكامل ومناسب كامل ومناسب عليك إنشاء صفحات إلكترونية متعددة وهنا يمكنك إنشاء صفحة إلكترونية لتقديم بعض الأنشطة التي يمكن القيام بها في جبل إتروجين لإنشاء صفحة في الموقع الإلكتروني الخاص بك اضغط على زر الصفحات موجود في هذه المنطقة وبعد ذلك نضغط على علامة الإضافة علامة الزائد ومن ثم اكتب اسم صفحتك اسم الصفحة الجديدة اكتبها حول وبعد ذلك اضغط على تم اضغط على عيقونة تم نلاحظ وجود الصفحة الجديدة حوله بجانب الصفحة السابقة وهي الصفحة الرئيسية بمجرد إنشاء صفحتين ستلاحظ أو أكثر من الصفحات يمكنك التبديل بين هاتين الصفحتين تطبيق عملي على إنشاء صفحة في الموقع الإلكتروني بعد فتح الموقع الإلكتروني في علامة توبيب الصفحات نضغط على علامة الزائد ونكتب عنوان الصفحة الجديدة على سبيل المثال حوله نضغط على تم ونلاحظ وجود الصفحة بجانب الصفحة الرئيسة لحذف وإضافة العناصر ستضيف في الصفحة الإلكترونية معلومات حول الرياضات والعنشطة المتوفرة في جبل تروجين أولا سنقوم بإزالة مربع النص الافتراضي الذي تحتويها الصفحة الإلكترونية ثم سنضيف مربع نص جديد لحذف وإضافة العناصر نحدد مربع النص بعد ذلك نضغط على زر إزالة ومن ثم نختار مربع نص في علامة توبيب إدراج وسيتم إدراج مربع النص بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني في التطبيق العملي على إضافة وحذف العناصر نحدد النص الذي نريد حذفه بعد ذلك نضغط على زر إزالة remove وسيتم حذف هذا العنصر ونستطيع أيضا إضافة مربع نص من خلال إدراج إضافة مربع النص ونقوم بكتابة النص الذي نريد إلى هذا المربع باختيار المحاذاة وأيضا نمط النص الذي نريد ونقوم بكتابة باستخدام لوحة المفاتيح لكتابة النص الذي نريد في تخطيط الصفحة تكون بعض لبنات المحتوى ثابتة في موضعها وتتضمن الصور والنصوص يمكنك استخدام تخطيط الصفحة لتوفير الوقت إذا أردت تعين تنسيق محدد للموقع الإلكتروني الخاص بك عند إضافة وحدات المحتوى إلى الصفحة الإلكترونية يتم تحديد موضع الصورة والنص سابقا ولا يمكن نقلهما أو إعادة ترتيبهما بسهولة ولكن يمكنك تخصيص النص والصورة داخل مجموعة المحتوى لتلائم احتياجك بما فيها تغيير الخط واللون والحجم ومحاذاة النص بالإضافة إلى تعين موضع حجم الصورة نلاحظ هنا في التخطيط في وحدات المحتوى هنا مربع النص وهنا موضع الصورة في كل مخطط من المخططات أو من الوحدات الموجودة لاختيار تخطيط الصفحة نضغط على زر إدراج بعد ذلك من قسم الوحدات وحدات المحتوى نسحب المخطط الذي نريد ونفلته في الموقع نلاحظ في اختيار تخطيط الصفحة في التطبيق العملي نضغط على إدراج وفي جزء وحدات المحتوى نقوم باختيار المحتوى الوحدة التي نريد ونقوم بسحبها وإفلاتها في الموقع نلاحظ وجود أربع صور في هذه الوحدة نستطيع إضافة الصور والنصوص إلى هذه الوحدة بعد أن أضفت تصميمك الخاص يمكنك إضافة الصور والنصوص هذا التصميم مثالي لإضافة أربع صور للأنشطة وعنوان لكل منها لإضافة الصور نقوم بالضغط على رمز الإضافة علامة الزائد بعد ذلك من القائمة التي تظهر نضغط على تحميل بعد الضغط على تحميل نضغط على مجلد الصور ومن ثم بعد فتح مجلد الصور أو المكان أو الموقع حفظ الصور في جهازك نقوم باختيار الصورة التي نريد وعلى سبيل المثال زلاقة الجليد الآلية ثم نضغط على فتح وستلاحظ إضافة الصورة مباشرة إلى الموقع الخاص بك بعد إضافة جميع الصور والنصوص في الصفحة الإلكترونية حولها ستبدو صفحتك كالصورة الواضحة أمام لتغيير لون النص حدد واستخدم تلوين النص نلاحظ في التطبيق العملي لإضافة الصور والنصوص بعد فتح الموقع نضغط على علامة إضافة الصور ومن القائمة نضغط على تحميل بعد ذلك نقوم باختيار المكان أو موقع حفظ الصورة على الجهاز على سبيل المثال الصور ونختار زلاقة الجليد الآلية بعد ذلك نستطيع إضافة الصورة الثانية والصورة الثالثة والصورة الرابعة وإضافة النص الذي نريد في أسفل هذه الصور نصل إلى تقويم الدرس من المهم أن يحتوي الموقع الإلكتروني الخاص بك على أكثر من صفحة لماذا؟ لثلاث أسباب ذكرناها في بداية الدرس أولاً التنظيم لأن ذلك يتيح لك وجود صفحات إلكترونية متعددة تنظيم المحتوى الخاص بك بطريقة منطقية أولاً التنظيم ثانياً تحسين تجربة المستخدم وثالثاً المرونة هذه الثلاث أسباب من ضمن أسباب أخرى عديد في هذا الدرس تعلمنا في درس إضافة الصفاحات الجزء الأول أهمية تعدد الصفحات في الموقع الإلكتروني وإنشاء الصفحات الإلكترونية وتخطيط الصفحة شكراً لكم على حسن الاستماع والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته